بشكل واضح. عايز اتكلمك على زيزو قبل ما اتكلم عن زمانك تفصيلا. زيزو حكاية وانت اشتغلت مع زيزو حتى. انا اللي استلمت وخلي بالك اه يعني يوم ما جي النادي. انا اللي طلعت استقبلته. يعني الراجل اه كان امير مرتضى اكلمني قال لي في احمد سيد زيزو انزل هاته من تحت وبتاعه ودخلته وطلعت بيلي الراجل ساعتها كان جرس المدير الفن. لا احكي اللي وقتها حصل ايه. ليه زيزو اصلا اختيار زيزو كان وقتها. بص هو تعرض على الراجل كان عن طريق امير مرتضى. هو عن طريق وكل عابين محمد الحبشي. هو تعرض على الاهل الاولى فكرة. لا لا لا. هو الراجل اتفرج عليه في الدور البرتغالي على ماتشاط. وجرس سأله سؤال مرة. هو كانوا بلعبه قدام سبورت انجليش بونا واتغير الديئة 65 او ستة وستين. اه. فقال له انت ليه تغيرت في الديئة 66? يعني الراجل كان بي بي زي ما بقوله بيفصصوا بمعنى اصح. بياخد اللي بين السطور. بالزبط كده. اه. بس فكان فيه متابعة متجازة الفني ليه كويسة جدا. اه. قال له ايه بقى لما قال له. برضو بلعب قدام هو برضو ما كانش بلعب في نادي كبير وبيلعب قدام سبورت انجليش بونا والطبيعي اللي يعني بتحصل عادي يعني. فالراجل برضو استفصل منه عن حاجات. وامير مرتضى بصراحة يعني دي شهادة اللي هو برضو كان بيزق في الموضوع جامد بصراحة. اه. ووجيه ويتعرف على اللعيبة ودخل وحتى ساعتها انا فاكر كان. يعني بروس وقتها ما كانش مقتنع. لا 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 مش كسر ما كانش مقتنع. لا اصلا ما كانش مقتنع 100 في المية يعني كان. يعني بس لا يعني كان الموضوع مطول شوي. يعني الموضوع كان ممكن يطول في المدة شوي. اه. فبعد كده حصل اللي هو لعيب كويس. والراجل اقتنع. وامير قاعد مع الراجل واقنعه وبتاعه. وراجل قال لك ما فيش مشكلة. واحنا كان عندنا ساعتها كان خالد بطيب جاي في نير. هو جيم احمد سايزيزو. كان الاتنين اللعبها دول. بس اه. طبعا جيه. كانت زمالك ساعتها بيلعب في الكونفادرية. كانوا طريبا من اللعب تانجة في المغرب. والراجل كان قاعدني ساعتها. عشان انا جاهز خالد بطيب واحناد سايزيزو. انا بقولش الكلام ده عشان هو الوقت تحس اللي من اول يوم. عايز. عايز. خاف عن نفسه. بتدرب كويس قوي. اه. بعد كده. نفس الكلام. ما بدأ مع الزمالك ودخل. اه. خلي بالك. دي المرحلة اللي انت قلت تبقى صعبة. اه. اللي انت تبتيجي تبدأ تلعب وتتعارف والدنيا تاخدك. هل انت حتكمل على نظامك اللي انت ماشي به ولا الدنيا هتاخدك بقى زي ما انت عارف اللي لعيبها الدنيا. طبعا. لأ بالعكس ده زبق في النقطة دي. هتلاقي بيشتغل بيخلي بالك. هو وضيف وقت حسين الشحات في الاكل. هو مجمع اه في يناير. اه. الاستمرارية المين? اه. اكله شربه. اه بروتيناتو. عارف اللي هو ايه. برضو خلي بقى كريم برضو مسته اللي هو طلع بره بدري. صح. فتعلم بدري الحاجات دي بقى. اما كان في بلجيكا وكان في برتغال. فكل ما بتطلع بدري. كل ما فيه لعيبة بتطلع ما بتكتسبش الحاجات دي. هو اكتسب. وبدأ خلي بالك معنا. بدايته كانت مباراة امبي. بدأ على طول. يعني هو قاعد ماتشين ثلاثة عوبل ما يجهز. والراجل راح بدأ به في ماتش امبي. انه بصراحة يعني عادينا ما كونش متوقعين برضو. يعني هنشوفه بقى يعني عمل ماتش لعب بدأ الماتش كسبنا ساعتها اربعة واحد. اه في من 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 كابتان احمد حسن في الحتة دي. فبدأ ماتش امبي كسبنا اربعة واحد. كان كابتان علي ماهري ولي بيدرب امبي ساعتها وعمل مباراة. والناس حتى في المدارات يعني لسه ما. من ده. من ده. بدأ خد من ساعتها وبتاعه ومش كويس. اه فهو هو هو زاكي. وخلي بالك كريم نقطة ببسيطة بسيطة. التعليم برضو بفرق.